بسم الله الرحمن الرحيم جوجل علمت عن نزول جوجل برد في مصر بعد ما كان موجود في انجلترا وامريكا ده ينفذ جي بي تي اللي موجود في شركة ميكروسوفت وطبعا جوجل لم نزل جي بي تي في شركة ميكروسوفت وبدأت نعمل ليه حاجة منافسة ليه بس بصراحة حاجة اقوى شوية ده لسه الملامح بتاعته موضحتش لان جي بي تي فول لما نزل بقى اقوى شوية لان بدأ يعمل تعديلات كويسة جدا فيه اللي نزل بقى شركة جوجل بيكون لسه مبدئيا لسه ما نقدرش نحكم عليه لوقتي لكن تعال ندخل الوقتي ونشوف مثلا هو بيكلم عن ايه بيبدأ يكلم عن بس ان هو بيبدأ يعمل لك ايه يعني يقدر رد عليك بطريقة افضل واحسن ولامم افضل لان جوجل عنده كمنصة بحثية عالية جدا اللي بيحصل الكلام ده ازاي ان انت اصل لما تيجي تعمل مثلا عندك هنا في جوجل بتقوله سيرش ده انت بتدوك عشان توصل لحاجة معينة لأ الموضوع يكون متطور جدا في الفرطة اللي جاية مش يكون فيه الكلام ده هيكون فيه تطوير اعلى من كده لان انت هيعمل لك بحث ويرد عليك بالحاجة اللي انت عايزة بالزبط وده الجديد اللي هينزله الموضوع بتاع برد اللي نازل فيه جوجل دلوقتي برده طبعا هتدخل على اكس انترنت طبعا هحد الجي بي تي طبعا على طول ايه كمان راح نطور على طول بعدها في نفس الموضوع عملت اكس عشان انترنت يا جماعة الموضوع هنا هدخل في معاملية اتصارة من مايكروسوفت مثلا في اوبن عنده جوجل في برد وهنشوف تطول الفرطة الجاية مهم جدا الجديد اللي عايزة اقول لكم عليه ان جوجل برد عمل حاجة نظام حلوه انك انت بتقعد تسأله تماما كدنك عادوا صوت شخص كده معين بتتكلم معاه الشخصها برد عليك بتفصيل مهم جدا جدا انت محتاجه عكس ما كان بيحصل مثلا في الاول لما كنتي تكلم جوجل مثلا ينفذك اوامل معينة لكن دلوقتي الوضع مختلف اكي انك اوسط حد بتعمل معاشات بيرد عليك رد معين هنشوف تفاصيل دي هنبدأ العملية متاحة في الشغل بتاعه طبعا قدرة برد على انه يكتب مقالات وانه يعمل عملية بحث مستوى عالي جدا وانه بيقدر يعمل نفس اللي كان بيعمل لي جي بي تي اصبح تلوقتي كدرة اعلى من جي بي تي للغاية تلوقتي ده الشيء المتضح لسه لما يتضح اكتر هنبدأ نعرف امكانات اعلى في البرد ان شاء الله عن جي بي تي جوجل برد مش معمول عشان خاطر ينافس جي بي تي في كتابة المقالات او كلام ده بالعكس ده هو بيقولك كمان انه ممكن ان جي بي تي بيكون بيكتب افضل مني في موضوع المقالات لو سألته هيرد عليك يقولك كده لكن فيه حاجة مهمة جدا بيعمله جوجل برد انه بيخلي السيرش بتاعك اعلى جوجل هنا يا اصلا شركة بحثية تمام وتشعرت من سنين طويلة جدا بالموضوع ده عشان كده هيبتطور في عملية البحث خبر المفرح في جوجل برد انها هيعمل عملية ترجمة مش هتكون حرفية زي جوجل ترسليشن وده حاجة مهمة جدا 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 كل اللي بينتظرها من جوجل برد هيفهم انت عايز تقول ايه وهيعمل لك ترجمة بالامريكي بالانجليزي وده تكون طفرة عالية جدا 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 وفيه ناس كتير اصحاب يعني اللي هم عاملين البرامج والكلام ده عشان يكسبه منها وترباح منها اكيد هيتقزه في الحتة ديت لو تطبق الموضوع زي ما جوجل برد مثلا بيتكلم عنه ان هو يبدأ يطبقه في الفترة اللي جاية والفترة ده يكون قريب جدا الله يكون في عموة الابليكيشن مصراحة جوجل برد نازل زي وزي اي حاجة بتنزيل لجوجل بطريقة سهلة في التعامل والكلام ده كله وهينزل ان شاء الله مجانا لفترة لكن هلا هيبقى بفلوس زي ما حصل في بعض المواقع اللي شغالها مثلا في جي بي تي في جزء مجاني وفي جزء مدفوع ولا هيبقى مجاني على طول بس جوجل برده يكون سهل جدا في البحث هيسهل البحث هيسهل الترجمة هيبقى فيه طفرة عالية جدا لانه قادي نفهم حاجات مش قادي نفهمها اي جي بي تي من شركة ابل اكتر حاجة عايز اتكلم معاكو فيها ان الناس اللي بتستخدم اي جي بي تي في موضوع كتابة المقالات بيشكره فيه جدا ان انا ما عنديش مقالات بقى استخدمها بي جي بي تي بس الناس اللي بيستخدموا كلام ده شكره فيه جدا نكحة عن موضوع البرد بطريقة جامدة جدا بس البرد لسه في منحلة تجربية بتاعت جوجل ولسه لما تخلص وتبدأ تنزل هنشوفها تنزل هتعمل ايه بس انا بتقال ان جوجل ما بنزلش حاجة غلط وهيكسر الدنيا بالموضوع ده والمنافسة بينه بالمكسوفت لسه شغالة وفيه جديد بينهم بينزل وفيه اي حد ليه اي سؤال يدركت في التعليقات وان شاء الله رد عليه شكر لكم وربنا فاكم